أكد محافظ شمال سيناء خالد مجاور أن الزراعة أحد دعائم التنمية على أرض سيناء مشيرا إلى اهتمام الدولة بتنمية وتعمير سيناء خاصة منطقة وسط سيناء وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بها وخلال استقباله وزير الموارد المائية والرأي هاني سويلم ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق أكد مجاور توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديد جهود التنمية الشاملة في سيناء مشيرا إلى أن الدولة كان لديها رؤية استراتيجية في أعادة الاستقرار إلى المحافظة من خلال القضاء على الإرهاب وتنفيذ المشروعات التنموية والتي جاء على رأسها التجمعات التنموية وعشر إلى أن هناك رؤية من القيادة السياسية لتنمية وتعمير سيناء تتمثل في التوسع في إنشاء التجمعات التنموية والاهتمام بأهالي شبه جزيرة سيناء والمرأة السينوية